قبل منسيب كمان ملف أخبار التعليم هناخد معانا على التليفون أستاذة مونة أبو غالي قبل المرور قبل المرور وهي أدمن اقتلاف تحية مصر للتعليم برحب بيك أهلا بحضرتك ولغاية دلوقتي شايفة إزاي عمليات التظلمات العدد الكبير جداً بنتكلم عن 50 ألف تظلم تم تقديمهم لغاية دلوقتي شايفة الرقم ده إزاي لا هو ده كان متوقع أن السنة دي يبقى تظلمات كثيرة جداً جداً بسبب البوكلت لأن طلبة ما كانتش متعودة عليه خالص وهو كان بيبقى عاية إجابة محددة بس هي دي مش المشكلة الأساسية المشكلة الأساسية أن التظلمات دي كل سنة هي بتبقى إعادة تصحيح مش للورقة إعادة تصحيح لمجموعة درجات بس في حالة بس هو كان فيه نفي من الوزارة يعني كان فيه نفي من الوزارة أن يكون بس الموضوع بيقتصر على جامعة درجات لا هو ده قانون هو معروف كده بصورة ده حجاز إحنا عادرنا معه مؤتمر قبل كده قال أن التظلمات بيتم فيها تجميع الدرجات للصالب أيوة مضبوط بس السنة دي تمنا في أن هي بتقتصر على جامعة الأرقام نقل حضرتك ده قانون خاص بالكنترولات طب أستاذ مونا مقدر مرة تانية ده ده قانون وأنا متابعة مع بطولة الكنترولات وأعرف أنه ده بيحسن أستاذ مونا كلمين أكتر عن الاتلاف اللي أنتو بتنتموا لي اللي هو تحية مصر للتعليم آه ده يعني إيه أهدافه وبدأ إمتى كونتو إمتى إحنا كنا تقابلنا مع الوزير في شهر ثلاثة كان الجروب بتاع التعليم أمن قومي منهبهم باطل ووقتها تكلمنا عن أن إحنا كلنا كجروبات تعليم موجودين على البيس بوك أهدافنا تقريبا متشابهة فالأفضل أن إحنا كلنا نبقى إيض واحدة عملنا مبادرة اسمها الكل ينضم الاتلاف تحية مصر بالتعليم نضم معينا لغاية دلوقت في أكثر من 12 أو 13 جروب على الفيس بوك بما فيهم جروبات للمعلمين وتطوير التعليم الفني أعضاء الاتلاف أولياء أمور مثلا لطالبة ولا معلمين لا لا فيها أولياء أمور وطالبة ومعلمين إحنا جمعين كل المرحل دي وكل الوظائف يعني معنا ناس حاليا معلمين معنا ناس كانوا مواجهين معنا ناس خارجوا من التعليم من الوزارة التربية والتعليم يعني بناخد أراءهم برضو بنخلي الطلبة يستفيدوا منهم في بعض الإجابات ماشيين في الاتجاه ده تمام يا سيدة مونة بس قبل ما نختم مع حضرتك أنا عايز أأكد لك بس الخبر لأن مصادر في وزارة التربية والتعليم بتؤكد زي ما جاء على موقع اليوم السابع التعليم تصريحات لوزارة التربية والتعليم بتقول لا صحة لقصر فحص تظلمات السنوية العامة على إعادة جمع الدرجات فقط دي تصريحات جاي على اليوم السابع ممكن حضرتك تشوفيها على جريدة اليوم السابع وبتؤكد أن مصادر في وزارة التربية والتعليم بتنفي تماما الموضوع ده فبالتالي هو مش قانون هو ممكن لو الإجابة خاطئة أو لم يتم احتساب الإجابة ممكن أن يتم احتسابها حضرتك بيتم عن طريق أن لازم تبقى فيه قضية لكن كمصحح يشوف في وقتها مفيش الكلام ده وله دي تصريحات الوزارة حضرتك ممكن ترجعي يعني الاستفسار للوزارة أنا أتصل نهارتا بالوزارة بس في حاجة عايزة ألفة ناظر حضراتكم لها بعد إذنكم تتأكدوا بس منها أن فيه من كم يوم كان فيه إعلان أو فيه خبر صحفي أن فيه بنت درجاتها تبدلت كانت في الفيزياء جابت 30 وراحت لقيت الورقة بتاعتها تقريبا جايبة حاجة وخمسين فالدرجة تبدلت على طول من اسم الاسم أنا مبارح كنت موجودة في الوزارة وكنت بتكلم مع حد هناك وعرفت أن معنى أن فيه طالبة أو طالب يتم تبجيل ورقته يعني فيه كشف كامل عبارة عن 200 ولد أو بل تم تبجيل الدرجة فهل ده كافي يعمل إعادة تصحيح من أول وجديد ليه السنوية العامة كلها لأن أنت كده تبدل في درجات كثيرة جدا جدا فيه ناس بتروح تتظلم معها فلوس بتتظلم أنت حضرتك بتطلبي أن يبقى فيه إعادة للتفحيح كل الورق؟ لا أنا بقول الحالة اللي تم تبدلها أنا مش عارفة ده كان قبر صحفي لحد من صحفي التعليم قال أن فيه بنت درجاتها تبدلت في الفيزياء كانت 30 وأخدت حاجة وخمسين هو حضرتك بتأكد من خبر ده ومصدره؟ أه طبعا ده حضرتك اللي هما الصحفيين بطاعة التعليم يعني بتلاقي اللي هما زي زي الدستور زي البابانيوش طيب إحنا عشان كده أكيد بالناشد وزارة التربية والتعليم أن يبقى فيه دقة في مراجعة الأوراق يبقى فيه دقة في مراجعة أوراق الإجابة لأن في النهاية ده مجهود سنين طويلة جدا الأسرة كلها كانت وراء ابنها علشان تخرجوا في النهاية بأفضل ما يكون شكرا لحضرتك أستاذة مونة أبو غالي قد من اقتلاف تحيا مصر للتعليم شكرا